نعم بورش جونسون سيعود يوم غد إلى مقر رئاسة الوزراء للإشراف على تدبير أزمة انتشار وباء كورونا هنا في المملكة المتحدة بعد شفائه من الفيروس ونحن نعلم أن بورش جونسون كان قد أصيب في السادس والعشرين من مارس الماضي حالة تخفيف الإجراءات أو تخفيف حالة الإغلاق العام صعبة جدا هنا في المملكة المتحدة وإن كان المواطن أو الشعب يتشوق إلى ذلك يتشوق إلى تخفيف هذه الإجراءات لكن الواقع مختلف تماما نحن لا ندري هل نحن في الدروة أم في اتجاه إلى الأسوأ عدد الوفيات يوم أمس نحن نتحدث عن الأرقام الرسمية حتى الساعة الخامسة من مساء يوم أمس عدد الوفيات في يوم واحد كانت 813 إجمالي عدد الوفيات هو 20.319 إجمالي عدد الإصابات هو 148.377 عدد الإصابات في اليوم الواحد خلال 24 ساعة الأخيرة هو 4819 أرقام مخيفة جدا الحكومة كانت قد تعهدت في بداية سياسة الإغلاق العام أن تحصر عدد الوفيات في أقل من 20 ألف يبدو أن تحدي وباء فيروس كورونا انتصر على الحكومة ما هي الخطوات القادمة؟ هناك تسريبات إعلامية كثيرة متعددة يقال أنه سيتم التخفيف مثلا بعد السابع من ماي لكن في ظل الأرقام الحالية من الصعب جدا لكن إذا ما تم هناك أنه بعد بضعة أسابيع سيتم وضع تطبيق على هواتف المواطنين هذا التطبيق سيلزم أي مواطن بأن يحمل هاتفه عند أي تحرك يتم إشعار حامل الهاتف برسالة نصية أنه قريب من شخص مصاب على اعتبار أن البيانات ستكون داخل ذلك التطبيق لكل شخص كما سيتم مراقبة المواطنين في حالة تحركهم داخل المملكة المتحدة بمعنى أن لا يخرج من المنطقة المسموح تحرك فيها هذا التطبيق قد يكون ناجحا لكن إذا ملتزم المواطنون باستعمال الهاتف لكن إذا مات ترك الهاتف داخل البيت إذا لم يشغل التطبيق داخل الهاتف تظل كذلك هناك خطورة الأكيد أن الإغلاق العام إلى حد الساعة لم ينجح في حد من انتشار الوباء بمعنى يطرح سؤال كبير وعارض هنا في المملكة المتحدة كيف يعقل في حالة الإغلاق الحالي نحن لدينا يوميا حالة إصابات بأربعة ألاف وتسعمائة وتسعة عشر بناء على نتيجة يوم أمس وأن المواطنين ملتزمين ببيوتهم وبالتالي هذا الشيء مريب هنا يكمن لغز فيروس كورونا إنجاز هذا التعبير إذن رغم إجراءات الإغلاق محمد وكل الإجراءات الأخرى التي ذكرتها الآن يبدو أن الفيروس في انتشار إذن نذهب إلى ترجمة نانسي قنقر